الموضوع اللي بعد كده موضوع الرفيشن ابديت ونظر فيه على كام حاجة ان انت ازاي تبدأ فاليو لو انت غيرت قيمة جوه البيوت تابل الحاجة التانية ازاي تكابي البيوت تابل ممكن تعمل منه اكتر من نسخة الحاجة التانية انك تغير او تزود او تغير والحاجة الاخيرة انك تقد ايه مورروز وبعد كده استخدم ازاي النامد رينجز مع البيوت تابل واخر حاجة استخدمه ازاي مع الاسل تابل اول نقطة بتاعت الرفيشن ابديت طبعا انت لو غيرت قيمة جوه الوريجنال لتا سات يعني زي ما احنا كنا شغلين دلوقتي التيبل الاصلي بتاعك لو غيرت فيه اي قيمة مش هتلاقيها بترفلكت بشكل مباشر جوه البيوت تابل محتاج الاول تعمل الرفيش لما عملتش الرفيش للبيوت تابل فعمرك ما هتشوف الامباك بتاع التغيير ده عندك خالص عشان الرفيش ممكن فيه كزا طريقة فيه من الاناليز ريبن في ما كانت الرفيش منه ريت كليك ورفيش او او الت اف 5 شورتكوت ممكن تعمل منه موضوع الرفيش الحاجة التانية لو انت عايز تعمل اكتر من فرجن للريبورت يعني احنا عدا نقل في الريبورت مرة انك خليه بالسيتي مرة بالشانل ممكن نعمله حاجة تانية او حاجة تالتة افرو انت محتاجهم كلهم مش عايز منهم يعني عايز ده وعايز ده فمحتاج انك تاخد كزا من نفس البيوت تيبل فممكن تكارية البيوت تيبل اكتر من مرة على نفس اليتا سات او انك تعمل من البيوت تيبل ومسته طبعا انه هو هياخد معاه النامبر فورماتينج وهياخد معاه الجروبنج احنا نبص عليها في اللقطة الجاية على طول لو انت عامل جروبنج لبعض الحاجات هياخدها معاه بالنفس الطريقة وبس هتغير الليه اوت بتاعه ويبقى انت كده ايه وفرت على نفسك شوية وقت وانت شغال الحاجة التانية لو انت غيرت لو انت زودت كولوم جديد فانت ما قدامكش فرصة خالص ان ده يسمع في ارقام بتاعتك انك تروح تعمل حاجة اسمها change data source وإلا مش هتعرف يسمع معاك في الريبورت بتاعك وده مش هيتم غير عن طريق انك تروح الprivate table analyze ribbon وتختار change data source وتختار معاك الكولوم الجديد يدخله ضمن الرينج بتاعك مش هتغير تعمل refresh خلاص طالما زودت data source هو بيفرش لوحده اوتوماتيك لكن لو غيرت data تاني هيتطر تعمل refresh لكن لو انت غيرت اسم الهيدر بتاع الكولوم مش هتحتاج انه تزود الرينج بس لو انت كنت باني report حيبقى الكلوم ده هيختفي من الريبورت لانه هيظهر باسم تاني هيظهر باسم جديد وبالتالي محتاج تختاره مرة تانية وتحطه في الريبورت بتاعك وهنشوفها مع بعض في المثال الجاي لو انت بتزود روز يعني انت عايز تزود حجم مثلا انت كنت عامل شهر يناير في المثال بتاعنا عايز احط تحتيه شهر فبراير فبنفس الطريقة برضو محتاج اعمل change data source محتاج اروح اختار data source مختلف او ازود data source بتاعتي عشان تنكلود الشهر الجديد او ممكن تستخدم طريقة تانية انك تسمي الرينج ده تديله اسم تاخد الرينج بتاعك كله وتديله اسم وتستخدم الاسم ده جوه لكن لو حابت تزود مرة تالتة هتضطر انك تروح على الرينج انت مسمي ده وتكبره شوية عشان تنكلود برضو cells الجديدة طبعا الاحسن من ده كله من كل اللي احنا قلناه قبل في القصة دي ان انا اكون ارادي حاطت ديته بتاعتي جوه table وزي ما شفنا table هاي expand بشكل automatic ولو انا باني ال pivot table على ال table فالواحده هياخد معي ديته جديدة وهيبقى مطلوب منك بس انك تعمل refresh وده مقارنة ما بين لو انت شغال على الرينج عادي وعملت اي action من دول هتعمل ايه في ال excel table او هتعمل ايه في ال named range فمثلا لو انت بتadd new column زي بقولك محتاج تتشينج ال data source بس في ال excel table محتاج بس انك تعمل refresh هياخد معاك ال data الجديدة وهكذا في ال 4 مناسبات دول الفارق بينهم هتعمل ازاي طيب تعالى بسرعة نفس ال data set اللي احنا كنا عاملينها اسمحوا لي هشيل ال column ده ونعمله تاني مع بعض واحنا شغالين تقريبا نفس ال data set تعالى بسرعة نعمل pivot table احنا قلنا خلاص هختار اي cell alt n v و بعد كده t ادي اختار range existing work sheet وتعالى نختار مكان و ادي يلا على طول نعمل pivot table و زي ما تفعل ادي له اسم برضو هسميه ده في شيت جديدة ممكن عادي يسميه نفس الاسم sales report وتعالى نعمل report سريع ادي revenue نحطه في values و ادي city في rows و channel في columns ادي تقريبا نفس report كنا عاملينه right click number format currency ليس احتاجين decimal places ادي اصرع report للسيلز طيب تعالى نغير value هنا وليكن مثلا 182 انا هزود عليها واحد وصفار كتير بقت 100 مليون بين حاجة كده لو جيت هنا لا احضر شيء لكي refresh كما قلنا يجب right click refresh او من pivot table analyze عندي زوال refresh او نشوف مع بعض طيب تعال نحاول نغير اسم revenue ونخليه بدأ revenue ونسميه sales بدأ كلمة revenue ونسميها sales ودوس enter طبعا ما حصلش حاجة pivot table ونحاول باي حاجة خالص لكن لو عملت refresh بalt f5 مثلا هتلاقي اختفى كل الارقام والpivot table list راح منها كلمة revenue وزار كلمة sales فمضطر اختارها تاني وقادي كمان ايه او اعتبر column وديد خالص فحتى number formatting بتاعه راح فمضطر برضو ان انا اعيد number formatting تاني فده discounted sales وليكن نفس الكلام انا او apply 10% discount فحضرب في point nine ومحتاج اكابي لحد الاخر وممكن استلف formatting من column اللي جنبه عشان ما نقوم نعمل كثير نستلف formatting من اللي اللي طول طبعا هنا pivot table list مشافش اي حاجة خالص مش شاف اي حاجة من انت عملتها دي فعشان ازود دي حاجة اسمها change source حاوله change data source وبعدين ابدأ اختار بقى يدوي اختار بقى اي من اول column الجديد لغاية الاخر خالص ممكن بشفت مع control والاسهم فعشان يجيب لك حدود ديتا كلها مرة واحدة وساعاتها الوقتي هتلاقي ايه ضفلك بقى خلاص طبعا اعزي ارجع تاني بص على pivot table list هتلاقي ضفلك ادي هنا حاجة اسمها discounted sales وساعاتها ممكن بقى اشيل sum of sales ده وحط مكانه discounted sales بس برضو هتحتاج تعمل number formatting يبقى انت عشان تضيف معلومة زي ما انت شايف اضطريت ان انت تعمل change data source عشان تضيف الcolumn الجديد طيب اذا انت عايز تضيف شهر جديد وليكن مثلا ايه شهر فبراير عندي معلومات شهر فبراير هنا فنفس الformat طبعا نفس الى out بالضبط نفس columns بنفس المسميات كده هاخد copy همش من المسميات وحاجي من تحت الheader من line 2 يعني وهاخد copy منها كلها وعلم عليها كلها ctrl c واروح على المكان الاصلي بتاع الديتا وانزل تحت على اخر line فاضي c c c c تمام طبعا ايه خد بالك ان كمان محتاج اcopy المعادلة لان المعادلة لازم تكمل تحت عشان الكلام يبقى كامل فهضطر ان انا انزل لغاية الاخر واطلع اختار كده اول وحدة c لعشان يعمل copy تحت حاجي بعد كده هنا وحرف حاجة لان ارجع وقال لو سمحت روح على pivot table analyze وقال change data source وروح اختار كل الانج كل حد الاخر او البديل عشان ما اعملش الكلام ده ممكن وانا واقف جوا اي سال على ال table ده اقول ctrl a فكده هاختاره كله واد january and february sales مثلا ادي اسم من name ال name bar على الشمال ده name box ده بيسموه ممكن تدي له اسم هنا على طول يعني اختار وانا مختار range اقف هنا اعلم على دي بالازرق واكتب اللي انا عايزه هاتدي الاسم اللي انا عايزه او من Ribbon بتاع formula هروح على حاجة اسمها define name وهي underscore fab underscore sales مثلا حاجة زي كده يبقى فاهم من مبيعات يناير وفبراير وممكن كمان اقف دي هتنفعني ctrl c تمام وقول او كي وبعدين ايجي على pivot table اختاره واروح اقول لو سمحت انا عايز change source والsource ده هيبقى ال name اللي انا سميته الاسم وjan و fab sales وقول هو كده اخد معي الشهر الجديد لو انت مش هس خفية ممكن نجرب مع بعض حط ها في filter وتعالى scroll down هتلاقي dates جديدة دخلت وممكن تختار اهو ايوم في فبراير هتلاقي الدنيا شغالة فده كده لو انت حضرتك عايز تستخدم اسم range جوه من change data source شبه window بتاعة creation of table هتحط ايه الاسم range لحرارك عايزه طيب اخر حاجة لو انا بقى ايه الموضوع يشتغل ازاي لو انا شغال على table تعال نشوف ها في الحتة بتاعة all sales ده نفس data بتاعتك برضو بتاعة 2018 بس انا اعمل منها copy تانية وتعال المرة دي بقى نحول ده الى table وقلنا دي موضوع سهل قوي هقول control بس اجيان خياني اشيل discounted revenue ده ونضيف مع بعض وانا مختار data cell اي cell جوا data range هقول control t فالواحد وعرف ان ده range انا عايز وان انا محتاج headers وحقول له ok وفي الحالة دي خيان سمي ده all sales مثلا اسم ال table all sales ونعمل عليه pivot table ممكن بال shortcut وممكن من table design هو الواحد قال لك انت ممكن summarize with pivot table في كذا مكان موجودة نختار اي واحدة فيهم فعلى طول عمل لك قال لك والله ده سيبقى based على all sales ونفس الكلام existing work sheet وتعال نختار مثلا i 5 ولا 6 وندوس على ok pivot table 3 سمي بقى new sales اي حاجة new sales report بس انا مصر اسميه ازاي ما قلتلكم وضوء مهم وتعال نعمل report بسرعة انا هاخد نفس الكلام channel في rose city في column وrevenue في value number format بسرعة برضو في حاجات معاينة كده يعني مش حعرف اشتغل لما اعملها يعني زي number formatting وحاجات دي يعني ايه خلاص بقت عادة وفهم يعني ايه نستحمله معايا شوية طيب تعال بقى نجرب ان انا اعمل موضوع اضافة اضافة column ده ونشوف ايه اللي حيحصل في الحالة دي قلنا ده هنسميه discounted revenue نفس اللي عملنا هناك وقلنا هنضرب ده في point nine لوحده هيقول لي انت ممكن تكبر ال ايه ال overwrite فأنا هنا مش محتاجة اعمل حاجة اكتر من اعمل refresh لو قفت هنا وقلت refresh هتلاقي زهر عندك column الجديد مش محتاجة غير data source ممكن احطه تعال نشيل city من column ونحط this discounted عندك اهو الرقمين موجودين وما محتاجتش اعمل change data source لانه موجود جوه موجود جوه table كل محتاج اعمله بس ان انا برضو اعمل number formatting تعال كمان نجرب نجيب في فبراير نفس الكلام انا اختارها ctrl c وروح على table او line تحت ctrl v حصل حاجتين table كبر وكمان formula حصل لها copy يعني column بتاع formula كبر لوحد وحسب لوحد و pivot table نفس الكلام لو عمت refresh دخل معي ارقام جديدة وبنفس المبدأ لو حطيت date جوه الفيلتر هتلاقي عندك هنا بقى january وfebruary اثنين مع بعض وطبعا ده انا رأي من افضل مزايا موضوع tables انت مش محتاج انت كل شوية update وchange وبتاع وبتقلل الاخطاء وبتخلي الدنيا ضريفة جدا في بزيط انت شغال مع pivot tables ده كده موضوع بتاع ايه الupdate وrefresh والقصة الضريفة دي الجزء اللي بعد كده الموضوع الgrouping برضو انا مش هايز اطول في موضوع الgrouping ده قصة الgrouping فايدتها انه انت ممكن عن طريق الgrouping تعمل analysis او تبص على data باشكال مش موجودة اصلا في data الاصلية مثال انه لو عندي column في date اقدر اشوف بالشهر وبالسنة وبالكورتر من غير ما تكون عندي اساسا columns فيها القصة دي فمتساعدك ان انت من غير 2016 وانت طالع بما فيهم 365 طبعا date والtime grouping بيحصل بشكل automatic يعني انت settings بتاعت الexcel او ما بتحط date او time جوه الرows automatic بيعمل لها grouping لكن بيدي لك فرصة انك تتحكم في الgrouping ده ونشوف ازاي دلوقتي حالا كمان ممكن تلغي الfunction دي او الfeature دي وتخليها grouping لtext fields يعني مثلا في الحالة اللي احنا شوفناها دي عندنا 4 channels لو قلنا مثلا channels دي ممكن حاجات فيها direct و indirect فانا ممكن اعمل تأسيم من الprivate table نفسه مش محتاج ان انا ازودها على original data وده برو زي بقول لك هيقل helper columns وبالتالي هيقل حجم data وحيخلي التعامل في اول هما two tabs تبق اسمها date groups والمطلوب مني ان انا نفس الكلام اعمل sales report نفس data تقريبا ان اكون شعرين فيها المرتين اللي فاتوا بس عايز اشوف ها بالmonth والquarter والyear فبرضو هعمل pivot table alt alt الحمدلله nv t و existing worksheet ما فيش اي مشكلة وتعالي نديره اسم sales by quarter مثلا طيب revenue في values طبيعيا انا اريد اعمل sales report right click و number format وتعالى اول حاجة نعملها ناخد date ونضع ه rose طبعا انت اخد بالك هو انت بتحط اي حاجة في value ويجمع انا مش ميدي له criteria يجمع بها فحط grand total يعني اي حاجة تحط له في value هو الراجل numbers هيجمع على طول aggregation جمع تحط له حاجة تانية text اي بقى aggregation بس اي هيبقى count طيب تحت quarter متقسم شهور والأيام اختفت اكتشوري وحقول لك ليه اختفت دلوقتي حالا و21 نفس الكلام خد بالك لو عايز تعمل expand للlevel كله مرة واحدة من pivot table analyze لو روحت على plus دي ودست كده عليها حيعمل لك expand للفيلد كله فexpand ده سنين وبعدين اختار quarters وplus تانية فاعمل expand للquarters دي لو انت مش عايز تدوس على زرار زرار يعني وتخلص الموضوع بسرعة يعني ازاي بقى قصة الgrouping دي تعالى اول ما عملنا grouping هتلاقي على جوة ال pivot table fields هتلاقي زاد حاجة اسمها quarters وحاجة اسمها years مكنتش موجودة في التالي الاصلية ممكن تعتبر دول ممكن فين الشهر الشهر هو ما زودوش هو حول الdate ده خليك تشوفه على انه month وحطوهم الواحد automatic في الro يعني من غير ما حد يطلب منه اي حاجة هو الراجل الواحد وتطوع وحطوه مننا في الro فبقايير اللي هي تمثل السنة وquarter وdate اللي هي تمثل الشهر رغم ان انا ما قلتلوش انا عايز اخفيه الdate بس هو ايه قال لك لا انت شكرا لك كده في الكلام ده مفيش مشكلة وانت واقف على ال pivot table ممكن تعمل راية click وهتعي اسمها grouping او من نفس الكلام من pivot table analyze فيه section اسمه grouping فمثلا اختار group field ده هيفتح لك الويندو ده والويندو ده منه وتختار انت عايز تعمل grouping ده لو انت عايز تحتفظ بالdays فاختار الdays هو طبعا الازرق ده اللي هم اختاره فلو انت اخترت الاختيارات دي اختار مثلا days بس تاني رجعت على days تاني كأنك عملت ungroup لا انا عايز days وعايز month وعايز quarter وعايز years ودوس اوكي في الحالة دي زود field سماها month ورجع لك الايام بتاعتك ايه اللي كانت خدها منك دي رجعها لك تاني وقال لك خد يعمل الايام انت شاش لك محتاجها فبالتالي بقى عندك date اللي هو month quarter وير طب عايز اغير منه حاجات براحتك عايز اخلي مثلا والله مش محتاج القوارتر ومحتاج بس ومش محتاج day محتاج month وير بس مفيش مشكلة هتغير في الهراركي زي ما انت عايز لو خدت copy من ال data دي في اي مكان احنا مش رفتاش ال copy المرة اللي فات بس هنشوفها دلوقتي هيبقى معاك الgrouping اللي انت حضرتك عمله بنفس الطريقة بالضبط فده كده باختصار طب هل ممكن نعمل groups تانية right click وgroup ممكن تقوله والله انا مش عايز اي حاجة من دول انا عايز days بس بس تكون مختار days بس وتقوله بعادة الايام فممكن نعمل مثلا سبع ايام يعني كانوا اسبوع number of days سبعة فهيعملك report بتاعك كل سبع ايام من اول ايه التاريخ لحد اول تاريخ لحد نهاية التاريخ خالص بس طبعا يعني اعتقد الاكثر استخداما هيبقى في اطار الشهر والquarter والسنة طبعا اطريوه بتعمل اللي انت عايزه بتعمل ungroup طبعا لو انت عايز تلغي ده خالص انت امعنش مشكلة انت لو وقفت right click هتلاقي عندك ungroup بتلغي grouping خالص او برضو نفس الكلام عندك ungroup بتلغي خالص او ترجع تعمل group تاني وتختار الشكل اللي انت عايز وزي ما اتفقنا انت على فكرة كمان لو الكلوم ده في time هو الكلوم ده احنا مش حطين فيه days فلو في time ممكن تعمل grouping بالseconds والminutes وكل الحاجات اللي موجودة فوق دي بس احنا مش حطين مفيش time فيه بس date يعني بس يعني طبعا اشهر grouping الشهر او الشهر والسنة لو بتحب quarters او محتاجها هتعمل quarters وهكذا يعني ماشي الحال طيب الحاجة التانية اللي انا اعمل grouping للtext زي ما انت شايف كده انا عندي اربع channels door to door والريتيل 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 مع بعض ممكن سميهم direct والريتيل مع الريتيل سسميهم indirect ولو رجعت اللي تبتعتك الاصلية اللي هي موجودة هنا مش هتلاقي خالص حاجة من الكلام ده يعني مفيش احيان تتكلم على indirect ولا direct ولا حاجة وعايز اعمل الكلام ده باستخدام ال pivot table فممكن تعال نبدأ ناخد copy من ال pivot table ولو علمت عليه او فتفق احت و control a برضو علمت عليه control c علمت عليه مش حاجة وحشة يعني مش قصدي علمت عليه ان انا علمت عليه ف control c واروح على text groups واجي على copy pivot table دي تحت تحت و control v فعمال copy بنفس كيفية بالزبط واد كل اللي انت كنت عامله حتى grouping بتاعك وكل حاجة ماشية بشكل تمام تعال نحط نشيل ال years مثلا نحط ها في filter sorry خلينا ننزل تحت شوية عشان الفلتر عايز مكان فهنحط the year في filter مثلا ونشيل ده خالص مش محتاج دي دلوقتي وتعال ناخد channel اللي احنا نحط ها مجدد غيرت حاجات بسيطة نفس pivot table بنفس formatting بنفس grouping لكن خدت منه copy وغيرت شكل وشوية وقلنا زي ما اتفقنا احنا عايزين door to door مع retail دول عايزين نسميهم direct فلو اخترت اول واحدة ودست control واخترت التانية وright click وقلت group او من pivot table analyze اقول group selection لو عملت كده هتلاقي لوحد وعملي حاجة اسمها group one حط اقوم تحت بعض وسمي حاجة اسمها group one ولو روحت على table fields هتلاقي ظهر عندك حاجة اسمها channel two channel two لان انا اشغال على channel التي موجودة فوق channel فعمل منها نسخة ثانية سميها channel two level ثاني سميها channel two واساب لي key account و wholesale مش معملهم grouping او منفصلين لو عايز هم كمان اعملهم grouping ممكن اختارهم كلهم واعمل right click واقول له هم كمان لو سمحت اعملي group فبقى هم الاثنين group one group two group one انا واقف هنا مفيش مشكلة هتدي اسم على طول وهسمي احنا قلنا اول ده هنسمي direct والتاني هنسمي indirect وقادي كده بقى عندي ده نقصة n نديها واحدة n indirect وقادي بقى عندي ايه تقسيمة مكتش موجودة ولو روحت هنا channel two اسمها مضايقني انا عندي channel و channel two دي حاجة ملحاش معنى فلو عايز اغيرها قدر اغيرها فاختار واحدة من two new يعني اختار اما indirect لهم groups الجديد اللي عملناها لو اخترت واحدة فيهم وطلعت على pv-table analyze هتلاقي ايه في active field اللي اسمها channel two لو علمت عليها وسميت ها direct underscore indirect مثلا وقلت له ايه والله enter هتلاقي ايه انه مسمى هلك هنا حتى ارجع لل pv-table fields هتلاقي اسمها direct indirect وبيتشغالها معاك برضو كأنها virtual column مش موجود في data الاصلية ولكن ساعدك انك تعمل تحليل او reporting to data بشكل مختلف طيب الملحوظة الاخيرة لو انا خذت copy من table ده بعدما عملنا grouping text ctrl c ورحت حطيته هنا من اي سبب من الاسباب عايز اعمل report تاني سي سي هلاقي كل groups موجودة والدنيا كلها تمام ودارك كل حاجة لكن افرد انا ما حبيتش اعمل او انا ما حبيت اعمل pivot table جديد من data sat يعني رحت على انشئ pivot table جديد على نفس data set عايز اقول رجلك ايه اللي هي حيصى لو رحت هنا data groups وقلت لو سمحت insert وعايز pivot table من table orange existing work sheet وحطه لي هنا في مكان اللي احنا لسه مسحين وده من شوية وقلت له ok فكده انشأ pivot table جديد وده مثلا سميه copy with group او اي حاجة زي كده وتعال ناخد نفس التأسيمة حط channel وتعال بقى بقى channel بقى رجع اسمها channel 2 تاني هي موجودة الgroup موجودة بس رجع تاني اسمها channel 2 فنحط ها تحت وإدي revenue و groups برضو اسم الgroup اختفى فبقيت محتاج ان انا ارجع تاني اقول اسمه direct وده اسمه group لكن اسميها راحت فمحتاج اقول انا عايز ده بقى اسمه direct وارجعت channel 2 اغار اسمها وسميها برضو direct indirect لان انا عملت pivot table جديد صحيح نفس data set لكن ايه ما عملتش copy لو كنت عملت copy زي ما كنا عملنا المرة اللي فاتت كان اخذ معاه كل حاجة بشكل احسن عشان كده موضوع copy pivot table ده ساعات بيبقى حل زريف وسريع بدلا ما عملت عملته ده كده كان على grouping of data اشتركوا في القناة